قبل أن نبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر خلينا نروح لمننا لشان تعرفنا آخر أخبار التقص العملات وأسعار الدهر منا صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا جموانا صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا منا كل سنة طيبة كل سنة وانت قطب يا شازلي كل سنة طيبة يا جموانا كل سنة كلنا طيبين نهاردة الجو اللطيف يعني حيكون حرر شوية في القاهرة لكن إجمالا الأمور طيبة إن شاء الله صباح الخير على كل مشاهدينا خلينا نبتدي معاكم على طول متوسط أسعار صرف العملات الرسمية لهذا اليوم هنعرف مع بعض دلوقتي متوسط أسعار البيع والشراء الدولار الأمريكي 18 جنيه 44 قرش للشراء 18 جنيه 52 قرش للبيع اليورو 19.33 قرش للشراء 19.43 قرش للبيع الجنيه الاستريني 22.91 قرش للشراء 23.03 قرش للبيع الفرانك السويسري 18.92 قرش للشراء 19.92 قرش للبيع الريال السعودي 4.91 قرش للشراء 4.94 قرش للبيع دينار كويتي 60.05 قرش للشراء 60.41 قرش للبيع الدرهم الإماراتي 5 جنيه وقرشين للشراء 5 جنيه و4 قرش للبيع واليوان الصيني 2 جنيه 78 قرش للشراء و2 جنيه و80 قرش للبيع بالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 بيسجل معانا 994 جنيه وعيار 21 بيسجل ألف مية وستين جنيه وعيار 24 ألف تلتمية ستة وعشرين جنيه للجرام أما الجنيه الدهب بيسجل 9.280 جنيه دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال التقس النهاردة في تاني أيام عيد الفطر الجو النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سينة وشمال الصعيد وحيكون في نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة وشمال الصعيد درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 32 درجة أعلى درجة حرارة حتكون في أسوان 43 درجة والأقل حتكون في السلوم 23 درجة هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد قليل